أطلقت الشرطة التونسية المرشح الرئاسي العياشي زمال بعد توقيفه خلال دقائق من الإفراج عنه بعد أول اعتقال وأوقفت الشرطة زمال الاثنين للاشتباه في تورطه في تزوير تزكيات ناخبين معارضون يقولون إن المناخ الانتخابي ينظر بانتخابات صورية ستنتهي بإعادة انتخاب الرئيس المنتهي ولايته قيس سعيد الاتحاد الأوروبي بدوره ندد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية أخيرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين هذا وحذر أساتذة قانون في تونس من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية واعتبر أساتذة القانون في بيانهم أن قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر ويؤدي لا محال إلى التشكيك في نتائج الانتخابات وفق قولهم كما دع أساتذة القانون الهيئة إلى الالتزام بقرار المحكمة ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي يأتي ذلك وسط مخاوف تونسية من أن الهيئة لم تعد حكما محايدا في انتخابات السادس من أكتوبر ترجمة نانسي قنقر